مرحبا بكم باستاذ كامل بالخلال رحبا بكم نورتني بحضورك مرحبا بم author المستمعين مرحبا بناèce مرحبا الصحبي مرحبا بم فاشا اله��ار وأزراق الأشياء مرحبا بمостنعين عبد الكريم بوشو37 مرحبا بك. مرحبا بك سحبي ومرحبا بالجميع. إن شاء الله نعدي قايت به على راديو ميت. إن شاء الله يا ربي. سي صالح مرحبا. مرحبا سحبي ومرحبا بالحضور ومرحبا بالمستمعين الكيران. طوى نصف نهار ووحداش ندقيق إن شاء الله من طوى حتى الماضي ساعتين برشة مواضيع جريئة إن شاء الله ندعو سيد المستمعين للانتباه برشة سكوبات وبرشة حاجات حصرية بيشتبونها معنا في برنامجنا اليوم اللي يأمن هذا البث المباشر كيف العادة بالحسن الفرشيشي الطهر بن شعبان يسرى زميلتنا من نابل. نبدأوا كيف العادة بروبريك تكويرة خفيفة. نبدأ مع كنتي سي صالح شعرنا في تكويرة خفيفة. تكويرة خفيفة صاحبي بيش نحكي على أونس جيبر. أونس جيبر البارح التوانسر كل يستانيوا فيها ونزكوا البارح بريتو. يستانيوا في طلع في الدور الثم النهائي في دورة سانسيناتي في الولايات المتحدة. يبعا شفنا أونس جيبر مغايرة تماما الأونس جيبر اللي شفناها في نهاية النجم وقورو. موش الموسمة بعد من بلدون وكالملحمة الكبيرة. شفنا أونس جيبر فيزيك ما هبطة برشا تكنيك ما مونطلمو. بصراحة انهيار كلي. لم أشفنا أونس جيبر في الماضي القريب تخسر ثلاثة أشوات 6-1-6-0-6-0. معانتها هذا الدليل واضح. يوجد هناك حاجات كينبابا. ثنين هي عندها بريباراتيس مونطال. أور شفت الهزيمة خاطر فازت فلت ثمني أي فازت بشاو تلوه وبعد نهارت. نهارت 6-2-6-0. هلين هي رضيها؟ سأسكس في لك بركوا واحد. ثنين الفيزيك ما كانت بعيدة برشا. ثلاثة نرفزها كبيرة برشا. معانتها احنا قلنا كاللي صار في الدور النهائيين تعوين بلدون. مش ستتعلم منه أونس جيبر. اللي عانا طوى الليت في اللي صار كالكبار. خمسة نولانين وصلت للمرتبة الثانية. الناس كل تقرأنا في الحساب. والدورة هذه تعسن سيناتي تحذير لليو اسو بين. دورة أمريكا المفتوعة للتنس. ثم كل العمالقة متعنسية في التنس موجودين من نمر واحد حتى البقية. يبقى أونس جيبر في الدور اللي قبلت ثم النهائي. تعديت الامريكانية اللي مصنفة 169 بصعوبة. وبعد انهزمت في الدور الثم النهائي. ان شاء الله تتدرك. ان شاء الله تصلح اخطاع متاحها. لان دورة أمريكا المفتوحة للتنس دورة كبيرة برشا. واحدة من الكاتر جرانشلام اللي تعمل عليها. ان شاء الله تتدرك وان شاء الله تتقدمنا المستوى اللي عودتنا به. واضح سي صالح. هل تتقدم عبد كريم بوشوش عندك حاجة؟ نحن نربط مع علي كان يكون فيه سي صالح في موضوع انس جيبر. يعني هذه العقلية التونسية. لا يمكن ان اقلقوا الاكتفاء الذاتي. يعني لا نموش يعني انسلوا الاعلى المراكز. ولكن اصعب حاجة انك البرسيفيرانس يعني. يجب ان يتواصل في الشيء ذاك. هذا يصير رلاشمو عن التونسية كل في اي رياضة. يعني نقول في الفوتبول في الكرة واحدة كيف يلعب ويحسن وضع كل شيء. يكون في حالة مزرية يصور شوية فلوس. يفشلوا يبطلوا. وبعد مدة تفك الفلوس. يعني هو كيف يمشي بعيد بطموحاته كيف يحضر مليح. وكيف يواصل فك التفكير متاعه والباية كل شيء. يعني حكاية مونتال هذه هي. يعني مش عيب يعني. الربح متاح بالعقس الستي تلكسي داك. كما تونس ربحت في الارجنطية ربحنا المكسيك. موضع انس عنا في تكويرة خفيفة. تكويرة خفيفة نمشي النجاح تونسي. نخرج شوية من. كما قلت سي صالح يخسر ستة بشاية. رجعت ستة أربعة. أعطينا أنيس أنيس أعطينا موضوع كنتش عندك في تكويرة خفيفة. بالنسبة للتعرف لتونس تنظل توا في بطول تفريق. يعني كورت التقرى للشوبينة أقل من 12 سنوات. تونس تتقدم رايد الرايدر نحو الأقب إن شاء الله. لأن توا في الكاريداس بعد فوزها على المتخب الرواندي 3.0. اليوم إن شاء الله تواجه المتخب الكاميروني. ومشي إلى الأخرى مصر في مواجهة مع نيجيليا. ومتوقع أنه يكون في نال يعني تونسي مصري. إن شاء الله أولادنا يخليه الكأس هذه الأفريقية في تونس. وتعطينا كذلك أمل في مستقبل كذلك مشرق كورت الطائرة التونسية إن شاء الله. السيد كامير بخليل كامير معك أنت. أنا بش نحكي في مجال آخر يتعلق بالمنشآت الرياضية. شفت إليات روها كاتجور معندها في الجزائر الشقيقة. بروجيت كامل معند تعرف تيراناتهم 90% ترطن أخوة صالح. يوجد تحويل الـ 5ème جنرATION. نعم. ثم ذلك يوجد تحويل البروجات كبيرة التي تبني عدة تيرانات من الجزائر الشقيقة. هنا سؤال. نعم. السؤال المتاعي. ما تدارا تونسية قادة تعمل. ما تدارا تران المنزع يحكز فيها العمل. تعداد المرة الأخرى يضحكوا. ما تدار 3 أخدامة بركة موجودين. ما تداركت كوريزيته بشكل كون تضحك. لدارة التونسية في مجال منشآت ولا الدولة التونسية قاعدة تعمل يعني نحن في تونس إلى الوراثر دول إفريقية ودول عربية كنا نحن نمثلوا بالنسبة لهم حلم وقدوة ولينا اليوم في المراتب الأخيرة في كل شيء وخاصة في مجال منشآت اللي نعكست بالسلب وهكم تشوفوا معنتها في المستوى رياضة التونسية قاعد يمشي بالتوالي ومنيش عارف هنا شنية أخرتها وكهو ولو أنه بالنسبة للملعب المنزة أنت شفت يمكن تثم الناس من داخل فم خلية نحل تخدم ثلاثة شركات كل واحد في اختصاصه وإن شاء الله كما قلت أنت نوصلوا نفس الإيرادة عند الأشقة أنا في الجزائريين تتحول ونكسبوها أحنا في الإدارة التونسية ولو أنه الإدارة الحية الوطنية الرياضية بالمنزة صراحة برئاس سيد طارق الفرجاوي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة صباحا ومساوي يوم الأحد إن شاء الله المقاولين يوفو بالتعهدات والالتزامات امتاحا موضوعنا لول اليوم كيف كيف بش نحكو على راجل المثل